في العراق وقع قادة البلاد والكتل السياسية باستثناء كتلة الصدر النيابية وقعوا على وثيقة إصلاحات شاملة وسط ترقب لجلسة حاسمة سيعقدها مجلس النواب لتقرير منصير بلادة حكومة التكنقراط من عدمها وأعلنت كتلة الأحرار النيابية تابعة للتيار الصدري أنها لم توقع على وثيقة الإصلاح وثيقة جديدة بتوقيع الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية تتضمن إصلاحات شاملة مع تأسيس مجلس سياسي استشاري بقيادة زعماء الكتل وإغلاق ملف التعينات بالوكالة قد تنزع فتيل الأزمة في البلاد أهم ما جاء في الوثيقة دعم عمل الحكومة ومشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية في تنفيذ الإصلاحات وتطلب من رئيس الحكومة فتح باب الترشيحات أمام المناصب بالوكالة كافة بالإضافة إلى تشكيل لجنة من التحالف الوطني واتحاد القوى والأكراد والقائمة الوطنية مهمتها أن تشرف وتقيم المرشحين لشغل المناصب بالوكالة الاجتماع سبقه قرار التيار الصدري في تقديم استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة وانتظار تصويت البرلمان على تشكيلة التكنقراط التي من المفترض أن تضم وزراء مستقلين وإلا ستنسح بكتلة الأحرار من المجلس ودار خلال الساعات الأخيرة جدل بين الكتل السياسية حول تغيير الحقائب الوزارية السبع عشرة من دون المساس بالدفاع والداخلية حيث سيخسر السنة وزارة الكهرباء وتأخذ المالية من الأكراد فيما رفضت كتلة عياد علاوي المشاركة وفقا لمصادر ترلمانية المصادر أضافت أن جلسة حاسمة سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء لتقرير مصير ولادة حكومة التكنقراط من عدمها وفقا للأسماء الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة جاسم محسن الحدث ترجمة نانسي قنقر